اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادي معدنا مع شرح مادة اللغة الانجليزية المنهج الجديد الترم الاول ومعادنا دلوقتي مع يونت ثري الواحدة الثالثة وزي ما احنا متعودين ان كل يونت فيه ثلاث حصص او ثلاث فيديوهات وده فيديو رقم واحد في يونت ثري نبدأ مع بعض بعنوان اليونت معنا اسمه different people different يعني مختلف people لما الناس يعني الناس المختلفين فطبعا كل واحد بيختلف عن الثاني احنا كلنا على بعض الى كده different people describe ناخد البوكابر السريع عن كده describe يعني يصف لما تيجي describe someone يعني توصف شخص يعني او تعمله description تعمله description تعمله وصف block post block post block post block post block post famous famous مشهور sports star sports star يعني نجم رياضي team team فريق meters 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 الأمطار مفردها متر كايند طيب بور فقير ريزبيكت يعني يحترم ريزبيكت سامون يحترم من حد معين يوروب يوروب يقارة أوروبا مال الفلوس أو المال بيرد اللحية مستاتش الشارب أو الشنب سكور يعني يحرز يعني مثلا سكورة جول يعني يحرز هدف جولة هي يعني هدف فرندلي يعني ودود أو صدوق فانز المشجعين دارك داكن أو غامق أو مظلم فاست فاست سريع فيديو جيمز العاب الفيديو ستريع 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 يعني مستقيم رانر اللي هو العداء اللي هو الشخص اللي بيجري رانر مثل جاي من كلمة ران يعني يجري فهنا رانر العداء أو اللي هو بيسابق في الجري يعني فيلمز اللي هي فلام جلاسز اللي هي نظارة كلمة جلاس بس الوحدة من غير الاس معناها كوباية فجلاسز هنا نظارة سمايل يبتسم كوين ملكة بلوند أشقر اللي هو شعره أصفر شعره أصفر وأبيض الشخص الأبيض و شعر أصفر هذا نسميه بلوند كويت يعني لحد الماء كايرو تاور اللي هو برج القاهرة كيرلي يعني مجعد الشخص اللي عنده كيرلي هير كيرلي هير يعني الشخص اللي عنده شعر مجعد اللي هو الأقرة اسمه كيرلي فوتبولر اللي هو لعب كروت القدم هدية إكسبريشن يعني تعبير معين فيتشارز فيتشارز الملامح يعني ايه ملامح مثلا اقولك يعني ادين الملامح بتاعته او هو عبارة عن نيته سفول يعني خارج خارج المنزل نورمال يعني عادة او طبيعي ايتاليان اللي هو الشخص الايطالي انجلند هير شعر طبعا اناثر يعني اخر يعني اقوله شخص اخر او اناثر بيرسون يعني شخص اخر بطيء يبدو يعني يبدو او مثلا يعني يشبه او يبدو تمام يعني مقابل او عكس يعني ضعيف طيب ناخد الفيتشارز الفيتشارز اللي هي الملامح بتاع الاشخاص في واحد عنده شورت هير شعر قصير في واحد عنده بيرد لحية في واحد عنده مستاتش شارب او شنب في واحد عنده دارك هير دارك هير طبعا اللي هي شعر داكن طبعا دي الترجمة خطأ جدا دارك هير ستريت هير ستريت هير اللي هو شعر مسترسل او شعر ايه نازل حتة واحدة كده مش اكرت يعني مش كيرلي في لونج هير يعني شعر طويل في كيرلي هير اللي هو شعر المجعد جلاسيز النضارة بلونج هير شعر اشقر طيب في الأوبزيتز الكلمة وعكسها طول طبعا عكسها شورت فاست عكسها سلو سترونج عكسها ويك ريتش عكسها بور كايند عكسها انكايند فرندلي عكسها انفرندلي غير ودود في كمان عندنا حاجات كلمات ممكن تتلغبط فيها شبه بعضها زي كلمة بيرد 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 يعني لحية لكن بريد بريد اللي هو الخبز ستريت 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 يعني شارع هير يعني شعر وهير يعني يسمع فيفور يعني جميل او حاجة حلوة كده وفيه فيفوريت اللي هو ايه المفضل شورت قصير شورت اللي هو البنطلون القصير او الشورت بلوند شعر الاشقر وفيه بلوند شقرا بص هنا نفس النطقة بلوند وبلوند لكن هنا دي اخيرة هيق معناها شقرا الست او الراجل الاشقر بنسميه بلوند تمام؟ الى حد ما 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 ويك ضعيف وكلمة ويك معناها ايه اسبوع هنا اختلاف الكتابة ويك اسبوع معناها ويك اسبوع حراف الجر مهمة جدا في المنزل اقول ات هوم مش ان هوم ولا اون هوم اقول ات هوم بالمنزل طوك تو يعني يتحدث الى بلاي فور يعني يلعب لفريق احمد حسن بلاي فور الاهلي بيلعب لصالح الاهلي بيدي حاجة لشخص بيدي حاجة لشخص بيدي حاجة لشخص جود ات ايام جود ات انجليش جود في الانجليزي اكيلو اوف اكيلو اوف يعني كيلو من اكيلو اوف اورنج اكيلو اوف باناناز وهكذا في لانجوج نوتس مهمة جدا الفرق ما بين كلمة لونج وطول اللي اتنين معناهم طويل لكن كلمة طول معناها طويل رقصيا يعني هو واقف يعني اقول على الشخص انه طويل لكن كلمة لونج معناها طويل فالعرض كلمة look يعني ينظر بمعنى كذا look at يعني ينظر الى look at look for يعني يبحث عن he looks for his brother يبحث عن أخوه look after يعني يعتني بيه مثلا mother looks after her daughter everyday look up يعني يبحث عن كلمة او معلومة في القموس مثلا لو في كلمة انت مش عارفها هتقول ايه look up in the dictionary ابحث في القموس وهنا معناها look at يعني ينظر الى look for يعني يبحث عن look after يعني يعتني بيه look up يعني يبحث مع المعلومة او كلمة في قموس look like يعني يشبه اقول مثلا he looks like his father يعني بيشبه والده look forward to معناها يتطلع الى يعني يتطلع الى ايه لا اقولك مثلا i look forward to be a doctor انا بتطلع ان اكون ايه دكتور i look forward to be a doctor يتطلع الى يعني عنده هدف عنده رؤية عنده حلم يحققه look forward to فهنا look at look for look after look up look like look forward to مهمة جدا 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 التعبيرات دى تقدر تعيد الحتة دى تانى توقف الفيديو وتعيد تانى عشان تتابع اكتر طيب اه في عندنا كلمة sport يعني رياضة و sport is اللي هي الرياضات يعني الجامعة بتاعها ومعناها كمان بتيجي معناها رياضي صفا تعال نشوف مثال اقول my favorite sport is football يعني رياضة مفضلة الفوتبول اقول مثلا صلاح is my favorite sport is star نجم رياضة مفضلة favorite sport is star تمام؟ فهنا كلمة sport يعني الرياضة نفسها و sport is اللي هي معناها رياضات او جامعها ومعناها كمان الشخص الرياضي اقول مثلا sport is star نجم رياضة في عندنا good at like و enjoy كل تلاتة دول بيجي بعديهم اس او verb ing يعني فعل في مدفل ing اقول مثلا he is very good at at scoring goals طب انت بتقول لي يا مستر طب ما انت بتطلي قبل كده good at اقول لك مثلا good at english اقول لك اه ما هي البرب ing ده هو اسم برضو فييجي معناها بعديها اسم او verb ing تمام؟ he is very good at scoring goals هو كويس في احراز الاهداف فكلمة scoring هنا تعتبر verb ing وهي اصلا طالما انت ضفلها ing بكده كأنها اسم تمام؟ he is very good at scoring goals he enjoys playing video game he enjoys playing نجد بعدها هو verb ing تمام؟ كلمة for موسيقى اقول مثلا like he likes اقول مثلا he likes music هو بيحب الموسيقى فكلمة music هنا مضاف لها ing بس ايها اسم طب مثلا اقول ايه he likes reading books he likes reading books هو بيحب قراءة الكتب تمام؟ كلمة for معناها لمدة بيجي بعدها مدة مخددة اقول مثلا he plays for two hours لمدة ساعتين او مثلا he studies for one hours لمدة ساعة تمام؟ normal life معناها حياة طبيعية normal life a normal life اقول مثلا محمد صلاح hasn't got a normal life يعني ما عندوش حياة طبيعية لانه مشغول طول الوقت كلمة normal life لشخص العاد الطبيعي اللي هو بيعيش حياة طبيعية كلمة fast fast يعني سريع او بسرعة اقول مثلا صلاح is very fast صلاح ده سريع جدا very fast he runs very fast بيجري ايه بسرعة he runs very fast فهنا كلمة fast جت معناها سريع لما جت قبلها verb to be am او is او are او was او where طبعا لكن لما جت هنا runs هنا جت فعل فطبعا بمعنى ها هنا بسرعة he runs very fast many و much ايه الفرق ما بين many و much many معناها many و much معناها معناها كتير many يعني كتير و much يعني كتير لكن ايه الفرق ما بينهم many كتير للعدد للحاجات اللي تتعد لكن much كتير للكمية للحاجات اللي هي ما تتعدش يعني اقول لك مثال he can't take many holidays مش قادر ياخد اجازات كتير فالاجازات طبعا بتتعد خدت اجازة عند الفطرة اجازة عند الاضحة وكذا many holidays he hasn't got much time for hobbies much time فهنا الوقت ما بيتعدش هتقول لي ممكن اعده كم ساعة لكن كلمة time time نفسها ما تتعدش ايه وقت يعني وقت ايه بالظبط هو مش بحدد فهنا much اقول مثلا much sugar يعني سكر كتير فهنا much السكر مش هتعد مش هتقدر تعده بالواحدة لكن اقول many books many books يعني كتب كتير فهنا many تيجي الحاجات اللي متتعدش لكن much تيجي الحاجات اللي متتعدش بمعنى كتير have او has a big smile big smile يعني بتسامة عريضة وبتسامة كبيرة ليه have او has have طبعا مع i we you they has مع he she it has usually got got a big smile as usual got us a big smile ناخد exercise on vocabularies choose the correct answer a baby bird is very space it can't fly for many days طبعا a baby bird اللي هو الطائر الصغير طبعا is very weak ضعيف عشان كده ما مقدرش يطير طبعا a plane is very space it can go at 900 كيلومتر طبعا the plane is very very fast سريع جدا طبعا my aunt is very space she always gives me big presents دائما بتديني هدايا كتير طبعا she is very kind تمام أو friendly الاتنين صح she is very friendly أو she is very she is very kind very kind أنسب أكتر من friendly طبعا camels are very strong طول 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 طبعا قوي جدا how is base is the kairo tower it's 180 seven eight how a طبعا how long how long How tall is the kairo tower how long is the kairo tower how tall is the kairo tower how long طبعا how tall Elasach مش هاو لونج لأن طبعا الطول بمعنى طويل اللي هو طبعا رأسي مش أفقي فده المبنى على الفوق فطبعا ده رأسي فكده هاو طول The queen of England is very a she has got many houses طبعا is very rich طبعا غنية جدا عندها ايه بيوت كتير I am not good at running I am very slow هو بيقولك انا مش كويش في الجاري وبقى I am very slow A giraffe is a space animal طبعا إذا ايه إذا طول انامال ولا long ولا fast طبعا إذا طول انامال Nadir always talks nicely to people he is very friendly هو بيتحدث خواس للناس على طول فطبعا إذا ايه very friendly My grandma sometimes gives me presents she is أحيانا بتديني هدايا she is a she is kind ولا she is friendly ولا she is unfriendly ولا she is bad طبعا she is friendly We can give money to help poor people We can't give money to help poor people I can't pick up that box Pick up يعني ايه يلطقت او يحمل يشيل يعني I can't pick up that box My arms are a طبعا are weak ضعيفة Read and correct the underlined words محمد صلاح is a sports star طبعا هنا غلط تبقى ايه sports على طول من غير الابوستروف دي S P O R T S Is a sports star Rich people need a lot of help بيحتاجوا مساعدة كتير طبعا ايه poor people بدل rich تبقى ايه poor B O O R My brother has dark curly eyes طبعا كيرلي ايه كيرلي هير لانا ما ينفع ايه ما تبقى ايه كيرلي خالص كيرلي معناها مجعل طبعا اهلي عند زمالك clubs have the most fans in Egypt طبعا زموست ايه fans fans فانز معجبين F A N S طبعا ناخد الستراكشورز بتاعتنا النهاردة القاعدة بتاعتنا have أو has got يمتلك او لدي بمعنى يمتلك طبعا I و we hee و hee و they بياخدوا have got والاختصار بتاعها have got وهي و shee و it ياخدوا has got طيب مثال I have got a car أنا عند عربية they have got a straight hair عنده أو يملك شعر مسترسل ايه 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 و you و we و they طبعا تبقى haven't got ليس لديه او لا يملك تمام اقول مثلا have not أو haven't got blonde hair ما عندوش شعر blonde اشقر السؤال بقى بيبدأ ب have وبعد كده I أو you we they got اقول مثلا ايه والاجابة بتاعته yes i have او no i haven't يبقى هنا عندنا السؤال اللي عايز اقول هل يملك او لا يملك يبدأ ب have لو الفاعل i we و they وتيجي بعدها got وتيجي بعدها الحاجة اللي هو عايز اسأل عنها اللي بيمتلكها اقول مثلا have you got a dark hair have you got a dark hair الاجابة ايه yes i have او no i haven't have you got have والفاعل و got وبعد كده الحاجة اللي بسأل عليها طيب في المفرد بقول has got has got او apostroph is got الاختصار بتاعها مع طبعا مع he و she تمام او it اقول my brother has got a short hair has got short hair my sister has got glasses my cousin has got curly hair النفي بتاعها طبعا hasn't got hasn't got اول مثلا ali hasn't got long hair علي ما بيملكش شعر طويل آية hasn't got glasses ما عندهش نظارة السؤال بيبقى طبعا has وبعد كده الفاعل هي او she او it و got got والحاجة اللي انا بسأل عليها اقول مثلا has he got a beard هل هو عنده لحية او ده has he got a beard yes he has او no he hasn't has he got glasses هل هو عنده نظارة no he hasn't او yes he has has your friend got straight hair هل صديقك عنده شعرة بسترسل بسترسل no he hasn't او yes he has has she got glasses هل هي عندها نظارة yes she has او no she hasn't ناخد exercises على الجزء ده have got او has got my best friend has got short hair has got short hair has got short hair has your father has your father got a mustache has your father got a mustache all my brothers and sisters is based dark hair طبعا ايه have هتقول لي ليه have هقولك عشان my brothers and sisters have got dark hair have got dark hair Tarek's uncles الانكل بتاعه طارق ايه not a beard طبعا has not has not got or hasn't got a beard but he has but he has a mustache have you got dark hair yes i have او no i haven't لو طبعا هنا ما فيش يبايس ايه i have نيجي بعد كده للجزء الاخير في الدرس بتاعنا النهاردة ايه افعال القدرة والاستطاعة اقول استطيع او لا استطيع كان او كانت كان يعني يستطيع وكانت لا يستطيع ايه أقول مثلا we can give money to help poor people we can give money we can نحن بنقدر نستطيع I can drive a car أنا بقدر أخط سيارة she can use a computer بتقدر استخدام الكمبيوتر he is able to اهو he is able to فهنا he is able to drive a car هو يقدر يستطيع الصوت عربية فهنا is able to can فهنا able to نقدر نشيل can ونحط able to بشرط قبلها يجي verb to be am is or is is i am we you they are النفي بتاعها can't am not is not are not able to can can can't ونفي بتاع able to am not is not can't to say what we are not able to نستخدم can't في الحاجات اللي احنا مش قادرين نعملها اقول مثلا i can't pick up the box ما قدرش اشيل my arms are weak طبعا ضعيفة i can't او isn't able to او isn't able to غير قادر على carry the bag غير قادر على حمل the bag it is too heavy دي تقيلة جدا isn't able to او able to جات قبلها am او is او are وفي النفي isn't او am not او aren't تعال ناخد the complete sentence نكمل بكان او can't محمد صلاح his base score lots of goals طبعا can score محمد صلاح can score lots of goals and he can run very fast he lives in England his base speak English he can speak English how he is able to speak English of course he lived in Italy for two years عاش في ايطاليا سنتين so he طبعا he can speak Italian او he is able to speak Italian he is famous so he can have a normal life او he is able to have a normal life if he goes outside لو خرق برا many people wanted to talk to him he is very busy his base take many holidays طبعا he can't take many holidays he can't take many holidays he can't take many holidays أو he isn't able to take many holidays تعال ناخد اكثرسيز على structures my best friend is based short to dark hair طبعا my best friend has got عشان ده مفرط has your father is based a mustache has your father got a mustache my sisters is based long hair طبعا my sisters have got long hair the twin sisters the twin sisters in our class in our class is based blue eyes طبعا have got blue eyes صلاح lived in italy for two years so he is طبعا speak Italian طبعا he can speak Italian too she is she is only five هي عندها خمس سنين but she is based read and write she can speak and write رو تتكلم she is based speak English well she is very good at it طبعا she can speak English well at school you is based talk to your friends at break you can طبعا you can talk to your friends at break I am sorry I is based play football I have got too much work طبعا I can't لا استطيع عشان عندي شغل كتير space drive a car يا طرى he can drive a car ولا he can't ولا can he ولا can طبعا can he drive a car can he drive a car هل يستطيع ان هو يخد العربية read and correct the underlined words بسملة space have got a lot of books طبعا has got طبعا we have طبعا we have طبعا we have we have مش we has I can't open the door I have got a key أنا معي المفتاح يبقى I can't open the door no I can بس I can open the door I can open the door no we have got a car طبعا no we haven't عشان هنا قال no يبقى كده ينفي ينفي الموضوع يبقى we haven't got a car طبعا طبعا الجزء بتاع reading ناخد الفتعة reading مع بعض محمد صلاح is very is my favorite sports star favorite sports star favorite sports star معناها نجم الرياض المفضل بالنسبة لي he plays the football for a very good team هو بيلعب كرة قدم لفريق كويس جدا in Europe في أوروبا he plays for Egypt بيلعب لمصر كمان he is very good at scoring goals هو كويس جدا في إحراز الأهداف scoring goals he is a fast runner fast runner يعني عداء سريع يعني بيجرب سرعة محمد صلاح has usually got a big smile عنده طبعا التسامة عريضة he is quite short for a footballer هو طبعا وصير شوية عشان محمد صلاح has got dark curly hair and beard في الصورة دي محمد صلاح عنده dark curly hair عنده شعر اسود مجعد وعنده لحية beard he is a kind person هو شخص طيب he gives money to build schools and hospitals in Egypt هو بيدي فلوس بتبرع بفلوس من ابنه مدارس مستشفات في مصر he also gives money to poor people هو بيدي فلوس للنص الفقرة he is very friendly and he always talks to his fans دائما بتكلم مع المواجبين بتوعه he hasn't got much time for hobbies هو ما عندوش وقت كتير للهوبز بتاعته أو الهوايات بتاعته but when he is at home لما بيكون في البيت he enjoys playing video games and watching films لما بيكون في البيت بيلعب ألعاب كمبيوتر وبتفرج على ايه أفلام read again and answer the questions أنا جاوب على السئلة دي which sport does محمد صلاح play هو بيلعبان الرياضة طبعا he plays football why does he scores a lot of goals ليه بيسجل السئلة بتاع دوت أهداف كتير because he is very fast he is very fast هو سرع جدا how tall is he how tall is he كم طوله طبعا he is 1.75 meters تمام how does he help people هو بيساعد الناس ازاي طبعا he gives money to build schools and hospitals in Egypt he gives money to poor people تمام what does he like doing when he is at home هو بيحب يعمل ايه لما يبقى في البيت طبعا he enjoys playing video games and watching films name another sport stars you like what do you like about him أو here اسكر نج مرياض انت بتحبه كمان وتقول انت بتحب ايه عنه كل واحد يقول بقى هو بيحب مين وبيحبوا ليه listen and the circle the correct words اسمع كده ونشوف الجملة دي مع بعض my favorite sport star is دعاء الغباشي دعاء الغباشي دي طبعا نجمة رياضية she plays volleyball بتلعب volleyball for Egypt المصر she is very tall طويلة جدا she is 1.80 cm tall طولها 1.8 cm she is strong and she is fast قوية وسريعة she can jump very high تقدر تنط عالي جدا she is friendly هي ودودة وكويسة she always has a big smile دايما عندها ابتسامة عريضة دعاء الغباشي الغباشي plays volleyball ولا basketball طبعا plays volleyball for Egypt she is 160 ولا 180 cm طبعا 180 cm she is strong and she is fast ولا slow طبعا she is strong and fast she can she can or cannot jump very high طبعا she can jump very high she is funny ولا she is friendly طبعا she is friendly تمام describe your favorite sport star كل واحد يوصف نجم بتاعه هتقول my favorite sport star is AS فلان تذكر اسمه he or she plays squash ولا tennis ولا volleyball or football هتقول هى مثلا quite or very tall or fast or strong توصف بتاعه زي بالزبط الجزء ده بتاع دعاء الغباشي وزي كمان الجزء بتاع محمد صلاح كل واحد يطلع كده وراء وقلم ويكتب عن النجم بتاعه المفضل ويستخدم الجمل دي هتمنى لك كل التوفيق يكسر الصيزي طبعا تقدروا تحلوها ولو في اي اسئال مش عارفينه طبعا العسئلة كلها معروفة جدا لان احنا جوابناها في التدريبات اللي فاتت لكن ياريت تحلوا العسئلة دي مهمة جدا والاهم في ده كله تكتب 6 جمل باراغراف على تكتب 6 جمل عن نجمك المفضل زي ما احنا قلنا هاو في الجزء تقدر تستعين بالجمل دي تكتب 6 جمل او هنا بتاع محمد صلاح تقدر تكتب 6 جمل عن نجمك المفضل تعال ناخد طاب المحادثة دي مع بعض شوية What is your favorite sport star ايه نجمك المفضل قال له محمد صلاح هبليزي ايه طبعا هبليزي فوتبول سهلة دي كريم سؤال اسؤال قال له Is this sport sport does محمد صلاح بليه طبعا قال له What sport What sport اي رياضة قال له طبعا ايه فوتبول هنا يبقى فوتبول طب الاول نجمك هبليزي فوتبول هبليزي فوتبول او هبليزي فوتبول فور ايجيبت يلعب لمصر يعني على اساس ان هو بيلعب للفريق المصري او بيلعب للمنتخب المصري هبليزي فور ايجيبت او بليزي فوتبول فور ايجيبت لتنصح How does he help people هو بيساعد الناس ازاي طبعا He gives money He gives money to build schools and hospitality وهنا برضو القطع على محمد صلاح تقدر تجاوبوها وده مهم جدا وده طبعا البراجراف اللي احنا قلنا عليه مهم جدا تكتبوه وياريت تقدروا تبعتونا البراجراف اللي تكتبوه في الكومنتس واحنا نرد عليكو ونصحقه لكو لو في اي سؤال تحت امروكو اتمنى لكو كل التوفيق اشوفكو في يونت 3 لسن 3 and 4 باي بوا